موسيقى مشاهدين كرام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلنا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء نستهلها بأهم الأخبار رئيسة مؤسسة شهداء تترأس اجتماعنا لمديرية الدوائر العامة ومدير دائرة القانونية في المؤسسة وتجدد الحرص على أن ينال ذو شهداء بفئاتهم ثلاث حقوقهم كاملة جددت رئيسة مؤسسة الشهداء سيدة ناجحة عبدالأمير الشمري حرص المؤسسة على أن ينال ذو الشهداء بفئاتهم الثلاث حقوقهم كاملة بموجب القوانين النافذة تقديرا لتضحياتهم من أجل العراض السيدة الشمري ولدى ترأسها اجتماعا ضمن نائب رئيس المؤسسة مدير عام دائرة شهداء الحجد الشعبي كاظم عويد ومدير عام دائرة ضحايا جرائم حزب البعث أيوب قاسم ومدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية طارق المندلاوي ومدير الدائرة القانونية تمهيد صالح أكدت ضرورة تفعيل السبل التي تكفل زيادة إرادات المؤسسة وتساعدها في تجاوز الأزمة المالية التي تمر بها نتيجة استمرار تخفيض حصتها من الموازنة العامة مشيدة بجهود مديري وموظفي الدوائر في تقديم كل ما مشانه الارتقاء بأداء دوائرهم في خدمة ذو الشهداء رئيسة المؤسسة تسلم سندات الوحدات السكنية لذوية الشهداء الذين لم يتمكنوا من حضور احتفالية توزيع 250 وحدة سكنية في مجمع بسمي السكني هنأت رئيسة مؤسسة الشهداء سيد ناجح عبدالأمير الشمري ذو الشهداء بمناسبة توزيع الوحدات السكنية في مجمع بسمي السكني بينهم رئيسة المؤسسة ولدى تسليمها سندات الوحدات السكنية لعدد من ذو الشهداء ممن لم يتمكنوا من حضور الاحتفالية التي أقامتها المؤسسة لتوزيع 250 وحدة سكنية بين ذو الشهداء قالت ان توفير السكن الملائم لذو الشهداء يمثل اولوية للمؤسسة تعويضا لهم عن المعاناة التي عاشوها في حكمة حكم نظام البعث البائد مؤكدة عزم المؤسسة مواصلة جهودها حتى يحصل جميع ذو الشهداء على سكن يليق بهم وبتضحياتهم مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام يلتقي وكيل وزارة النفطة ويدعو وزارة ومؤسسة الدولة إلى التعاون مع المؤسسة للتفعيل صندوق الشهداء دعا مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة الشهداء الدكتور أحمد الجراح وزارات ومؤسسات الدولة إلى التعاون مع المؤسسة لتفعيل صندوق الشهداء الدكتور الجراح ولد لقائه وكيل وزارة النفطة لشؤون الاستخراج كريم حطاب أشاد بجهود الوزارة في دعم توجهات المؤسسة في تفعيل صندوق الشهداء لتمويل المشاريع خدمة لجميع ذو الشهداء من جانبه أكد وكيل وزارة النفطة الجانبين اتفقا على وضع آليات للتنسيق المشترك بما يعزز الدعم الذي تقدمه الوزارة إلى جميع ذو الشهداء عرفانا لدماء الشهداء التي حمت العراق وأهله يشار إلى أن قانون مؤسسة الشهداء نص على إنشاء صندوق الشهداء على أن يمول من المنح الحكومية والهبات والتبرعات والأوقاف لتمويل المشاريع الاستثمارية والاجتماعية للمؤسسة مؤسسة دار القرآن الكريم في العراق تقيم أمسية رمضانية لعائلات الشهداء وتكرم عددا من ذوي الشهداء أقامت مؤسسة دار القرآن الكريم في العراق مكتب الكوفة أمسية رمضانية ضيفت فيها عائلات الشهداء من أبناء النجف الأشرف الأمسية التي تضمنت مأدوبة إفطار على شرف عائلات الشهداء شهدت تكريم عدد من ذوي الشهداء تقديرا لتضحياتهم ووفاءا لدماء الشهداء التي رسمت طريق الحرية للعراقيين في هذه الأيام المباركة حيث اجتمعت أسر الشهداء في دار القرآن الكريم في هذه الليلة المباركة على ولمة إفطار وتكريم لعوائل الشهداء هذا التكريم المتواضع البسيط من باب التذكرة ومن باب الاستذكار لهذه الأسر الكريمة والشهدائهم الذين تضرجوا بدمائهم ليقدموا لنا طريقة حريتنا بدمائهم الزكية وهذا التعاون الجميل بين مؤسس الشهداء ودار القرآن الكريم نتمنى إن شاء الله أن يدوم هذا التعاون مع كل المؤسسات كذلك مؤسسات المجتمع المدني مع مؤسس الشهداء لدعمها معنويا ودعمها ماديا لأنها مؤسسة تنوء بحمل ثقيل وما شاء الله ابتلاءاتنا كثيرة والحمد لله رب العالمين ولكن الشهداء هم الذين أناروا هذا الطريق وهم الشمعة التي احترقت من أجل أن تضيء لنا الدرب تقيم مديرية شهداء النجف بالتنسيق مع مؤسسة دار القرآن في العراق حفل تكريمي لذوي الشهداء حيث قامت مؤسسة دار القرآن بدعوة أواء الشهداء على مأدبة إفطار وبعدها قامت بتوزيع الهدايا لذوي الشهداء تكريما لما ناضلوا وضحوا في سبيل خدمة هذا الوطن وتشاهدون في هذه الحلقة أيضا مسؤول شعبة رواتب التقاعدية والمتراكمة في مكتب نائب رئيس المؤسسة يجيب عن تساؤلات ذوي الشهداء بشان رواتب المتراكمة للشهداء إدارة مدنية زائرين في كربلاء المقدسة تخفض أسعار الخدمات لجميع ذوي الشهداء الطالب عباس عبد منديل ينال شهادة الدكتورة في الأثار عبر قناة مؤسسة الشهداء أهلا بكم من جديد التقت عدسة البرنامج مسؤول شعبة الرواتب التقاعدية والمتراكمة في مكتب نائب رئيس المؤسسة للحديث عن الرواتب المتراكمة للشهداء من العسكريين والموظفين وأهليات احتسابها وصرفها لمستحقيها لنتابع الرواتب المتراكمة للشهداء سواء أكانوا عسكريين أم موظفين مدنيين عند استشهادهم هذه الرواتب حق مكتسب لذوي الشهداء بموجب القانون ونظرا لكثرة الأسئلة التي وردتنا بشأن هذه الرواتب التقت عدسة البرنامج مسؤول شعبة الرواتب التقاعدية والمتراكمة في مكتب نائب رئيس مؤسسة الشهداء للإجابة عن هذه التساؤلات بالنسبة للشهداء العسكريين اللي كانوا يتمتعون بالصفة العسكرية وقت استشهادهم يقومون بترويج معاملات احتساب الرواتب المتراكمة اللي تكون هذه محتسبة للشهيد من وقت استشهادة لغاية تاريخ 5-3-2006 تأسيس المؤسسة واللي منح بموجبه ذوي الشهيد من خلال قانون مؤسسة الشهداء رغم 3 سنة 2006 رواتب متراكمة من تأسيس المؤسسة إلى لحد هذا اليوم فتبقى عندنا شنوة ذوي الشهيد من تاريخ استشهادة لغاية 5-3006 ما منحوا هذه الرواتب فتحتسب لهم من تاريخ انقطاع الشهيد عن دائرته او اعتقاله او استشهاده اذا اكو تاريخ اعتقال مثبت في اضبارة الشهيد واحتسب من تاريخ الاعتقال او انقطاعه من دائرته بموجب كتاب رسمي من دائرته انه انقطاع الشخص قبل مصادقة عليك شهيد من دائرته بتاريخ لحين 5-3006 تحتسب هذه الرواتب كأقرانة مثلا الشهيد اعدم على يد النظام البائد كونه جندي الجندي ايش قد هسه ياخذ الاسمي مثلا 250 الاسمي تحتسب 250 فيه 12 3 ملايين تاريخ مثلا استشهادة 90 إلى 2006 16 سنة تحتسب هذه المدة على اساس الراتب الاسمي ايش قد ياخذون اقرانة هسه تحتسب لهذه المبالغ تطلع يعني تقريبا للجندي 30-40 مليون اما بالنسبة للضباط لا فتحتسب على اقرانة القانون ينص على انه تحتسب كاقرانة هسه مثلا الاسمي للضابط مثلا 700 او 800 تحتسب على اساس 800 الف الاسمي مو مثل الجندي طبعا الضابط تكون المبالغ اكبر مالتا اما فيما يخص المدنيين اهماته اذا يعني اذا الشهيد الشهيد استشهد مثلا من الدرجة الرابعة حسب السلم الوظيفي للموظفين درجة الرابعة مثلا الاسمي مالتا خلنا نقول 400 مثلا تحتسب في هاي المدة في 400 على عدد الاشهر الشهداء العسكريين يقومون بترويج معاملاتهم عن طريق المديريات يقوم ذوي الشهيد بتقديم طلب الى المديرية يسمو طلب لغرض احتساب الرواتب المتراكمة للشهداء العسكريين ينظم ملف في المديرية يحتوي هذا الملف المستمسكات الاربع لمقدم الطلب صورة قيد وفا للشهيد وصورة قيد نفوس للشهيد وهويات التقاعدية للمستفيدين من راتب الشهيد من هو اللي ياخذ راتب على الشهيد لانه بالنهاية راح تتقسم حسب القسام الشرعي هذه الرواتب دفتر خدمة مول مستمسك الوحيد لا بالنسبة للشهداء العسكريين دائرة التقاعد العسكري حددتنا بمستمسكات قد تكون اربعة او خمس مستمسكات اللي هي مثلا صورة قيد وفا للشهيد صادرة بموجب شهادة الوفا وليس حجة الوفا لان حجة الوفا صدرت بعد استشهاد الشهيد بكم سنة فما معلوم يعني انه مهنته ما نقدر نثبته لكن شهادة الوفا اللي تصدر حين وفاة الشهيد مثبت بها المهنة عسكري نقدر نستدل به فصورة قيد الوفا اللي صادرة بموجب هاي الشهادة تعتبر يعني مستمسك رصين يثبت صفة الشهيد العسكرية والمستمسك الثاني مقتبس حكم اللي كلنا نعرفه أيام النظام السابق كان يصدر مقتبس من وزارة المالية وكتاب إلى عقارات الدولة حجز أمال المنقولة وغير المنقولة للمعدوم فهذا نستدل بها مثلا حجز أمال المنقولة وغير المنقولة لنايب ضابط أو جيم ميم أو نايب عريف أو رئيس عرفاء فنستدل من هذا من رتبته أنه وقت استشهادة كان يتمتع بالصفة العسكرية أما إذا لا يوجد مقتبس ولا شهادة وفا نعتمد دفتر الخدمة العسكرية بشرط دفتر الخدمة أن يحتوي على تسويق الشهيد سيقة إلى مركز تدريب معروف أنه الصفحة سبعة من دفتر الخدمة السابق للجيش التجانيد أنه سيقة إلى مركز تدريب مثلا منصورية الجبل بكتابنا المرقم هلقد بتاريخ هلقد بشرط أن ما يحتوي الدفتر أنه تسرح جيم ميم أو رئيس عرفاء بس تسويق وما بي تسريح وأكو تزامن بين التسويق مثلا والإعدام نستدل بأنه الشهيد قد يعدم على هذا النظام البائد أثناء خدمته العسكرية ومو شرط مكلف أو مطوع على حد سواء تحتسب لهم الرواتب المتراكمة كلمة آخيرة نشكركم لأنه قمت بأوصال صوتنا لذوي الشهداء وأطلب من ذوي الشهيد أنه ما يسرع ويقدم شك هو مثلا أنه يراجع للشعب لأنه احنا جتنا هواية شكاوي عن طريق المسؤولين والسادة النواب المحترمين لأنه ما صحيح يعني ممثلين الشعب ويلجون لهم ذوي الشهيد بس لا يسرع خلي يجي هنا نشوف شنو موضوعة إذا ما نحن الموضوعة خلي يقوم بتقديم شك وقلاب فأرجو من ذوي الشهيد أنه مراجعة شعبتنا وبابنا مفتوح لهم أو رقم فاتورة موجودة راجعنا ويأخذ رقم الفاتورة إذا هو محافظات ما يقدر يوصل للبغداد ممكن رقم الفاتورة موجودة سب كل المحافظات وعن طريق المديريات إذا أرادوا يطلبون هذا الرقم أما تنزودهم به يستفسرون عن أي سؤال ونحن حاضرين استمرارا للتعاون الذي تبديها العتبة الحسينية المقدسة مع مؤسسة الشهداء ومديرياتها حصلت موافقة إدارات مدن الزائرين التابعة للعتبة على تخفيض أسعار الخدمات المختلفة المتوفرة فيها لجميع ذوي الشهداء المزيد فالتقرير الأحتيار حرصا من مؤسسة الشهداء ومديرياتها على تقديم أفضل الخدمات لذوي الشهداء تسعى مديرية شهداء كربلاء المقدسة إلى التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن وفي هذا الاتجاه جاء التعاون بين المديرية والعتبة الحسينية المقدسة والذي أثمر الاتفاق على تخفيض أجور السكن والطعام والخدمات الأخرى في مدن الزائرين المنتشرة على الطرق الرابطة بين كربلاء المقدسة والمحافظات المجاورة هذه المبادرات الخيرية التي يقدمها العتبات المقدسة لعوائل الشهداء وكافة الفئات التي انضمت لها حسب قانون رقم 2 لسنة 2016 وهي مدينة سيد الأوصياء في محافظة كربلاء المقدسة ومدينة الإمام الحسن ومدينة الأخرى التي هي الموجودة في مداخل كربلاء المقدسة تم تخفيض نسبة 25% إلى كافة عوائل الشهداء من العرسان والمبيت والطعام وكافة التسهيلات لهم من مدينة سيد الأوصياء طبعا كان تخفيض لا بأس به ونسبة متفاوتة بين بعض المدن الزائرين الأخرى ويكون التنسيق مع مديرية الشهداء كربلاء المقدسة أو بكتاب تأييد من كافة المديريات الموجودة من العراق كل الموجودة في كافة محافظاتنا ولكافة العوائل الشهداء ومن كافة المحافظات الشكر الجزيل إلى العتبات المقدسة ودعمهم اللامحدود لعوائل الشهداء ونسأل الله التوفيق لهم ولكدمة هذه المدينة مدينة سيد الأوصياء عليه السلام للزائرين الواقعة على طريق بغداد كربلاء المقدسة ومدينة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام للزائرين على طريق النجف الأشرف كربلاء المقدسة ومدينة الإمام الحسين عليه السلام على طريق بابل كربلاء المقدسة هذه المدن السياحية بمرافقها الجميلة وضعها القائمون عليها في خدمة جميع ذوي الشهداء وبأسعار مخفضة إكراماً لدماء الشهداء وتضحيات ذويهم بالنسبة إلى التعاون بين العتبة الحسنين المقدسة مدينة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام للزائرين والأخوة في دارة الشهداء هناك تنسيق مستمر بيننا وبينها الدارة وهناك تخفيض لهم تقريباً يصل إلى 80% من الأسعار خلصاً لعوالي الشهداء والمضطهدين وإحنا إن شاء الله بالنسبة للسكن والأطعام والنقل هم هذا يكون تنسيق وتعاون مشترك بين الطرفين توجيه مباشر من سماعة المتولي الشهداء العتبة الحسن المقدسة والسيد اليمين العام وهناك تخفيض خاص لعوالي الشهداء عوالي اللي ضحها تحقيقها بفلدات الأكباد وهذا جزء بسيط نقدر نقدم لهذه العوال عملنا تخفيضات بالنسبة للسكن السكن الخاص ووجبات الطعام توفير آليات نقلهم من وإلى المدينة إن شاء الله وراح نكون باستقبالهم ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن نكون حقيقة نقدر نوفي ولو جزء بسيط من هذه التضحيات هذه الدماء اللي حفظتنا كرامتنا مقدساتنا عراضنا وبفضلهم بقد هذه المدن وهذه الأماكن المقدسة حقيقة هو جزء بسيط نعمل من الله سبحانه وتعالى أن وفقنا حتى نكون عد حصن ظنهم إن شاء الله تم استقبال العوائل واستحداث نسبة خصم للسكن لأرسان الأعراس دو الشهداء القادمين إلى مدينة السيد الأوصياء أضاف إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشهداء فرع كربلا باستقبال عوائل الشهداء وتنظيم رحلات وسفرات ترفيهية لأطفال عوائل الشهداء يعني قدر الإمكان لتخفيف بعض الكاهل وبعض المعاناة وتقديم أقل ما يكون لهؤلاء الذين ضحوا بأغلى ما يكون أغلى شيء في الوجود سواء الأب أو الأخ الحمد لله والشكر تم احتساب نسبة خصم تقدر بـ 25% لاستقبال أعراسهم وتم تهيئة كافة مستلزمات الضيافة للعوائل وتضم كل مدينة من مدن الزائرين منشآت إدارية وخدمية ومسجد وقاعات وشققا لسكن الزائرين ومركزا صحيا وحدائق غناء ومرافق ترفيهية كمجمعات ألعب الأطفال كل هذه المنشآت وضعتها إدارات المدن في خدمة ذوي الشهداء القادمين من جميع المحافظات في قسمي الأثر بكلية الأداب جامعة بغداد حصل طالب عباس عبد منزيل على شهادة الدكتورة في علم الأثر بدرجة امتيازة لأسجل اسمه في سجل الشرف سجل الطلبة الذين ينالون شهادة عليا عبر قناة مؤسسة الشهداء مع هذا التقرير في إطار جهود مؤسسة الشهداء الرامية إلى دعم الطلبة المتفوقين من ذوي الشهداء لينالوا الشهادات العليا شهد قسم الآثار في كلية الأداب بجامعة بغداد مناقشة الطالب عباس عبد منديل عن أطروحته للدكتورة الموسومة حماية الموروث الحضاري لبلاد الرافدين في المواقع الآثارية والمتاحف وقررت لجنة المناقشة منح الطالب شهادة الدكتورة في علم الآثار بدرجة امتياز موضوع طروحت الدكتورة التي تقدم بها الطالب عباس عبد منديل من المواضيع الجيدة والجديدة والتي تستحق الدراسة وفعلا هي من المواضيع التي لم تطرق سابقا بدل الطالب جهودا استثنائية كبيرة استخدم المراجع والمصادر القديمة والحديثة تقريبا أكثر من 800 مصدر استخدم الطالب وكانت النتيجة أنه كان شغلا رائعا واستخدم الأسلوب العلمي الرائع الدقيق الكتابة كانت مطابقة لما دونه في ثنايا الأطروحة الباحث قد أجاد في عرض الأحداث وفي سرد كافة الأحداث التاريخية التي تتعلق بجميع المواقع وكيفية حماية الموروث الحضاري فكان موضوع يستحق درجة عالية عليه لما بدله من جهود في عرض جميع الأحداث وخاصة إذا ما علمنا أنه الطالب قدم أكثر من 400 صالح من الأطروحة فهذا دليل على أن الموضوع خاصة إذا ما علمنا أن الموضوع الذي استخدمه الطالب قد أدخل فيه القانون الدولي وكيفية الحماية على المواضيع الأثرية مديرية شهداء الكرخة التي كانت على تواصل مستمر مع الطالب منذ قبوله في الدراسات العليا حرصت على إرسال وفد يمثلها لحضور جلسة مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالب لتضيف الدعم المعنوي إلى ما قدمته له من دعم مادي طيلة مدة دراسته العليا حضر اليوم أفد مؤسسة شهداء مديرية شهداء الكرخ لمناقشة طالب الدكتوراه عباس عبد منديل لرسالته الموسمة حماية الموروث الحضارة لبرلاد الرافدين وإن شاء الله هذا إنجاز عوائل الشهداء ونتمنى للطالب التوفيق والتقدم الباحث الذي قدم بحثا علميا متميزا في مجال الحفاظ على الآثار نال استحسان لجنة المناقشة أشاد بجهود مؤسسة الشهداء في رعايته منذ قبوله في الماجستير حتى حصوله على شهادة الدكتوراه دابت مؤسسة الشهداء على مساندة أبناءها في المجال التعليمي والمجال الثقافي وعلى كافة الأصعدة بالحقيقة هذه المرة الثانية التي أتشرف أن تدعمني مؤسسة الشهداء لنيل شهادة الدكتوراه وسبق ذلك حصولي على شهادة الماجستير والحمد لله وبدرجة امتياز شكري وتقديري إلى مؤسسة الشهداء الداعمة دوما لذوي الشهداء مع وافر شكر والتقدير وإذ تمنح مؤسسة الشهداء الطلبة المتفوقين من ذوي الشهداء فرص مغاصلة دراستهم العليا فإنما لتؤكد قدرة ذوي الشهداء على نيل الشهادات العليا بعد أن منعوا من ذلك قسرا في حقبة حكم نظام البعث البائد مشاهدين الكرام بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء يمكنكم مراسلتنا على البريد على الإلكتروني الظهر أسفل الشاشة ومتابعة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حتى نلتقيكم في حلقة جديدة نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة